يعد فصل الشتاء عبئاً على كاهل المواطن الأردني وذلك لزيادة استهلاكه للمشتقات النفطية مع ارتفاع أسعارها وزيادة الطلب على المواد الأساسية المزيد في هذا التقريب فالتابع من المفارقة الغريبة أن تتحول النعمة التي منحها الله إلى نقمة فمع قدوم فصل الشتاء تزداد الأعباء المادية على المواطن الأردني نتيجة لزيادة الطلب على المشتقات النفطية والمواد الغذائية والألبسة في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الضرورية المواطن مر بمواسم عديدة كان من خلالها موسم عيد رمضان موسم عيد الأضحى بعدين ترتبت عليها أقصاط مدارس نتجت عن ذلك أنه ضعف في فصل الشتاء عائلات كثيرة يصعب عليها توفير احتياجاتها ومستلزمات أسرهم الضرورية وهذا ما أكده نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق الذي أشار إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن فيما تعاني الأسواق من ركود وصل إلى 25% مضيفا أن وضع المواطن الأردني الصعب حيث يترتب عليه زيادة في المصاريف تثقل كاهلة بصراحة الأسواق تعاني من ركود وصل إلى 25% فلو ابتدأ فصل الشتاء ودخل البرد أعتقد أن المواطن اليوم في وضع صعب بين فاتوة المحروقات للتدفئة بين موضوع خارج من عيد الأضحى وعيد الفطر والمدارس وفصل الصيف فمرهق فإحنا غير متفائلين في بداية موسم الشتاء أن يكون هناك إقبال على المواد الغذائية بشكل كبير هذه الاضطرابات والارتفاع في أسعار المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات الأساسية سببت ركودا اقتصاديا في الشارع الأردني وضعفا في العملية الشرائية